بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة وعن امرأة دخلت النار وكانت تقوم الليلة وتصوم النهار فما هو السر في ذلك؟ السر أخي وباختصار شديد أن هذا الدين ليس مجرد طقوس وعبادات تؤدى هكذا خالية الروح والمعنى وإنما الدين المعاملة ولأجل هذا جئت اليوم أحذر من سبعة أصناف من الناس أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون النار حتى وإن قاموا الليلة وصاموا النهار ويأتي على رأس هؤلاء السبعة امرأة تؤذي جيرانها بلسانها تقول عنهم ما ليس فيهم وتفتري عليهم بالباطل وتسوئ سمعتهم وتحب أن تشيع الفاحشة فيهم هذه المرأة والله لو قامت الليل وصامت النهار وزكت وتصدقت وحجت وعملت كل خير في حياتها فإن مصيرها في النهاية إلى النار ولن تدخل الجنة أبدا وهذا ليس كلامي أنا وإنما كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبزار وروا ابن ماجة والترمزي والإمام البخاري في الأدب المفرد وغيرهم من أهل العلم صحح الحديث شيخنا الألباني من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنني أعرف امرأة تقوم الليل وتصوم النهار غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ركز بالله عليك الرجل جاء إلى النبي وقال له يا رسول الله أعرف أحد النساء تقوم الليل وتصوم النهار وتزكي وتتصدق وحجت بيت الله الحرام غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها يا رسول الله أهي في الجنة أم في النار فقال له النبي هي في النار صلى الله عليه وسلم فين في النار مع أنها فعلت الخير كله ولكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها فلنتبه بارك الله فيكم الصنف الثاني من الأصناف الذين يدخلون النار حتى وإن قاموا الليل وصاموا النهار هو الديوث والديوث هو الذي لا يغار على عرضه هو الذي يعرف القبح والانحراف في أهله ثم يسكت عنهم أجارا الله تبارك وتعالى وإياكم روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمة الله على الجميع أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يدخل الجنة ديوث ولا تستبعد الدياثة أخي فوالله لقد انتشرت في بلاد العرب والمسلمين انتشارا عجيبا وسأضرب لك بعض الأمثلة إن كنت غافلا عنها يعني على ثبيل المثال كونك تعرف أن أختك بتخرج مع الولد صاحبها في الجمعة ويعودوا على القاف شب والكزين واعملوا لهم عزين ثم تسكت على ذلك فأنت عند الله ديوس كونك إنك لما ترجع البيت فتجد مثلا عقب سجارة أو بواقي فنجان قهوة ثم تسأل امرأتك من كان هنا في البيت فتقولك مثلا أن محمد بن خالق أو أحمد بن عمتي وتسكت عن ذلك فأنت عند الله ديوس كونك تعرف أن الولد اللي خاطب بنتك بيتصل عليها وبيخرج مع بعض بره ويقضوا اليوم كله ومعينوا لهم عوزينه فأنت عند الله ديوس ما هي الخطبة؟ الخطبة في شريعة الإسلام ما هي إلا وعد بالزواج فقط ولا تتيح أي حق للخاطب تجاه مخطوبته ولا يجوز أن يختلي بها ولا أن يجلس معها إلا مع محرم من أهل بيتها ليه؟ لأن الخطبة كما قلت لكم ما هي إلا وعد بالزواج وقد يفسخ ذلك الوعد في أي لحظة يخلع الدبلة وهي تخلع الدبلة وكان خلت وخلتك وتفرأوا الخلاك بعد طبعا ما يكون أحد معاها وعرف سرها وعرف عيوبها وعرف محسينها ومفاتينها ويخرج بعد كده ينشر ذلك بين الناس ونرجع بعد كده نقول ياريت اللي قرى مكهان لو اتبعنا شريعة الإسلام حق اتباعها ومشينا على قوانين هذا الدين فوالله لن يصيبنا ضر ولا مكروه المهم حتى لو أطيلها على حضراتكم في هذه النقطة الصنف الثاني من الأصناف الذين لا يدخلون الجنة أبدا وسيكون مصيره من نار بانستكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الديوث الذي لا يغار على أهله والذي يعرف القبح والإنحراف فيهم ثم يسكت عنهم الصنف الثالث امرأة تطلب الطلاق من زوجها دون ما سبب يعني هو ما أهانها ولا ضربها ولا شتمها ولا سبها ولا فعل معها شيئا سيئا ربما يكون هو يحبها حبا شريدا إن كان على المشاكل فهي مشاكل عادية تحدث في كل البيوت وتمر لكن الرجل ما قصر معها في مؤنة عيش ولا فراش ثم بعد ذلك تنشز عليه وتطلب الطلاق طب ليه يا بنت الناس طلبت الطلاق ما هو ما أصرش معك في حاجة الله أعلم لماذا هي طلبة الطلاق وأين اتجه فكرها المهم التي تفعل ذلك مع زوجها فإنها لن تدخل الجنة أبدا وسيكون مصيرها إلى النار لأنه كما نقول إن الرجل إذا طلق امرأته كسر نفسها وسيحاسبه الله حسابا عسيرا كذلك الزوجة إن لم يقصر معها زوجها وكان يحبها ثم كسرت نفسه فإن الله تبارك وتعالى أيضا سوف يحاسبها حسابا عسيرا ودليل ذلك ما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة اسمعي الحدث ثاني يا أختي بالله عليك أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير بأس يعني ما عملش مع حق وشة فحرام عليها رائحة الجنة فنريد أن ننتبه بارك الله فيكم الصنف الرابع من الأصناف الذين يدخلون النار حتى وإن قاموا الليل وصاموا النهار هو مرتكب الفاحشة مع حليل تجاره حليل تجاره أي زوج تجاره الأمر الذي كان يأنف منه أهل الجاهلية يعني المشركين الجاهليين الذين ما آمنوا بالله ولا اعترفوا بنبيه صلى الله عليه وسلم كانوا يستنكفون من هذا الأمر وهو عندهم عيب وفيه من خوارم المروءة ما الله به عليم وأنا أقول والله يا ليتنا أدركنا حتى في هذا أخلاق الجاهلية عن طرى بن شداد الفارس والشاعر العبسي المشهور يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها يقول لما نشوف جارتي كده مشي في الشارع بنغض بصري ما ببصش عليها أبدا لحد ما تدخل بيتها ليه عشان عيب قلت لكم يا ليتنا والله أدركنا حتى أخلاق الجاهلية في هذا النهاردة صارت مهازل ومآسي في بلاد المسلمين أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع غمة المعاصي والذنوب والله الذي لا إله غيره لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحدنا أن يجلس بجوار الآخر ولا نعيش إلا بستر الله عز وجل ولكن سيأتي يوم من كثرة تكرار المعاصي سينكشف عنا ذلك الستر أجارنا الله تبارك وتعالى وإياكم الزنا أصلا شؤم وفقر ويورس كلة البركة ويمنع البركة من البيوت بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزنا يورس الفقر ويقطع البركة فكيف إذا زنيت أجارنا الله وإياكم بحليلة جارك فاجتمع في ذلك سوء على السوء فلنتبه على ذلك بارك الله فيكم الدليل يا مولانا خذ الدليل حبيبي في الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه لن يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه هل هناك بوائق أسوأ من ذلك أجارنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن يرتكب الإنسان الفاحشة في حليلة جاره فإن من ارتكب الفاحشة في حليلة جاره فلن يشم رائحة الجنة الصنف الخامس من الذين سيدخلون النار حتى وإن قاموا الليل وصاموا النهار هو الظالم الذي ظلم الناس وأخذ حقوقهم وأكل أموالهم ونصب عليهم وافترى عليهم بالباطل أجارنا الله تبارك وتعالى وإياكم هذا لا يمكن أن يدخل الجنة ليه؟ لأنه سيأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سيأتي يوم القيامة بحسنات رسول الله قال أنها كالجبال كالجبال أمن الصلاة والصوم والزكاة والحد وحد فلان ورجل الخير وعمل البر يأتي صح بحسنات كثيرة إن الله لا يظلم أحد لكن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الحقوق يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق كل واحد لحق عند الثاني لازم يخدو فيأتي رجل يوم القيامة أخبر عنه النبي ومعه من الحسنات كجبال تهامة خيل مع حسناتك الجبال وفي الأخر يروح النار طب إيه اللي يحصل معه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كالجبال ولكنه ظلم هذا خلي بلك بالله عليك ظلم هذا وشتم هذا وافتر على هذا وأكل مال هذا وقتل هذا وأخذ حق هذا طب يعملوا إيه معه يا رسول الله قال يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ما تقوله مش ولا حسنة الحقوق اللي عليه خلصت كل الحسنة اللي هو أعملها حتى إذا فنيت حسناته ولم تبقى له حسن رسول الله يقول يؤخذ من سيئات من ظلمهم فطلع على سيئاته فيسقل ميذان سيئاته على حسناته فيطرح به في نات جهنم الظالم يا جماعة الخير والله أقولها لكم إن الله تعالى قد يتنازل عن حقه وعندي في هذا أكثر من عشرين دليل ولكنني لا أريد أن أطيل مقام الحلقة على حضراتكم عندي أكثر من عشرين دليل من السنة النبوية الصحيحة مفادها أن الله تعالى قد يتنازل عن حقه إذا قصرت في حق الله قد يغفر الله لك لكنك إذا وقعت في حق العبد فوالله لا يغفر الله لك أبدا إلا إذا تنازل العبد عن حقه لك أو تجاوز عنك واللهم قد بلغت اللهم فشهد الصنف السادس من مات وعليه دين هل هناك منزلة أعظم عند الله من منزلة الشهيد ده أعظم عند الله والناس مفيش منزلة أحسن من منزلة الشهيد رجل جاد بنفسه وروحه لله عز وجل ومع ذلك يغفر الله له كل شيء إلا الدين إذا مات الإنسان شهيدا وعليه دين فكأنه ليس بشهيد حتى يقضى دينه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أول قطرة دم تنزل من الشهيد يغفر الله له كل ذنوبه إلا الدين إلا الدين عليه دين مش كده بس لسيدنا عبد الله بن عمر بن العاص كما سبت في الصحيح يقول كانت إذا وضعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم جنازة ليصلي عليها سأل أولا هل على ميتكم دين عليه فلوس ما سددهاش فإن قالوا نعم يا رسول الله عليه دين فأخر رسول الله عن الصلاة وقال صلوا على ميتكم فإني لا أصلي على من عليه دين إذن يا جماعة الخير الذي عليه دين يحاول أن يسدده قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى أو يكتف في ذلك وصية إن تعسر الآن عن السداد حتى يسدد أهله بعده وعلى الأهل إن ترك الميت ديونا قبل أي شيء وقبل تقسيم التركة وتوزيعها عليهم أن يسددوا ذلك الدين عنه إن كانوا يريدون أن يرفعوا عنه مشقة العذاب أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة الصنف السابع والأخير من الأصناف الذين يدخلون النار حتى وإن قاموا الليلة وصاموا النهار إلا إذا تابوا هو القاتل العمد لزوال الدنيا أهون عند الله تبارك وتعالى من إزهاق روح إنسان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء عند الله عزيزة وسيحاسب عليها أصحابها يوم القيامة حسابا عسيرا الذي قتل إنسانا عامدا متعمدا والله لو قام الليل وصام النهار وحج وتصبق وزك وعبد الله ألف سنة لا يغفر الله له أبدا ولن يدخل الجنة وسيكون مصيره إلى النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القاتل متعمدا يوم القيامة وقد كتب على جبينه آيس من رحمة الله أجارنا الله تبارك وتعالى وإياكم إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته